ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تحمل اسم حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وهي جائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم والتي تأتي في مجال الجوائز العالمية وفي المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة تم اعتماد الجائزة بإجماع الدول الأعضاء في المنظمة هذا التأييد الدولي مر بمراحل متعددة بدأ بتفضل جلالة الملك المعظم من خلال توجيهاته الملكية السامية بتخصيص جائزة دولية لتشجيع ودعم التعليم الإلكتروني على الصعيد العالمي مرورا بعداد وثيقة عن الجائزة دونت بست لغات عالمية وفي عام 2005 تم إطلاق الجائزة بهدف مكافأة المشاريع والأنشطة التي تستخدم تكنولوجيات المعلومات والاتصال لتحسين التعليم ووسائل التعلم والأداء التعليمي بشكل عام وتشجيع الحوار بشأن السياسات في مجال التعليم وقد خصصت هذه الجائزة لتكريم الأفراد والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية التي تعتمد على أفضل الممارسات والاستخدامات المبتكرة لتكنولوجيات المعلومات والاتصال وقد شهدت الجائزة خلال الأعوام الماضية تفاعلا كبيرا بين عدد كبير من العلماء والباحثين في مجال التعليم الإلكتروني لما تقدمه من مشاريع نوعية على صعيد توفير التعليم الجيد والشامل والمنصف للجميع اشتركوا في القناة